أنا شايفة أن الفيت باك اللي حضراتكم بعتوه أحسن بكتير من الأفكار اللي بعتوها للحملة أيوا فعل بس إحنا عندنا ملاحظات عايزين أقولها لكم يعني منها مثلا إن إزاي في رمضان ما ينزلش غير الزبادي بس برغم أننا عندنا منتجات كتير أئي في شركتنا ممكن أن نتكلم عنها إحنا عم يحتاجين أفكار عن الألبان كاملة دسم، خالية دسم، حاجات كده وإنا مش عايزة أنزل بالحملة خالص غير في رمضان مش قبل كده ويا ريت الإعلانات اللي في التلفزيون توضح أسعار المنتجات لأن هذا مهم جداً بالنسبة لنا وكمان ما شفتش الأسعار في الستوري بورد إحنا طبعاً أكيد هنعمل كده هو مين حضراتك؟ أنا؟ أروى ماجدي، مدير التسويق الشركة والبيت؟ مهدي مدير المبيعات والأستاذ؟ حسين، ده شوقي بيه صاحب مصانع الألبان اللي إحنا بنعمل الكامبين بتاعتها يا حسين آاء آاء آق آاء processor موساد، أحسن طيبbook، حضراتك أيه بقى اللي جايبكو؟ لأن أنا بصراحاً مش فهم لا، حقيقه مش فهم حقيقه مش فهم يعني حضرتك مثلاً بتاع التسويق إيه؟ إيه اللي يفهمك أصلاً في الأفكار؟ نعم إيه يفهمك في الأفكار؟ وإنت بتاعتك بابعات يعني إنت مالك الأسهار تنزل لو ما تنزلش أنا مش فهم طبعاً هذه المحفظة لازم تبقي راشئ في كل حاجات ما هو الأساتذس لهم بيحلموا وبيلوكوا لمجرد اللاك هو أنتو مثلا عندوكم لبن رايب ممكن أنزل بيه في رمضان خالص البروتكس بتاعيكو مفاشغ للزبادي اللي ممكن أنزل بيه في رمضان مش أكتر من كده يعني لو ما تكونوا تتكلموا تتكلموا وانتو فاهمين مش لك 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 وخلاص احنا بنعمل أعلانات لو سمحتي احنا بنعمل أعلانات واحنا مزبطين شغلنا كويس جدا ببنعملش أي حاجة وخلاص حسين ما يصحش كده احنا في ميتي تشرب حاشيش في الاجتماع طي ايه المشكلة لما اشرب حاشيش في الاجتماع وانت مالك لما اشرب حاشيش في الاجتماع يعني إيه اللي حشرك في الموضوع مش فيه مضرور في ايه ما انت ممكن تكون بتشرب سجار حاجة أقولك انت بتشرب سجار ليه ايه الشعب المتطعفل ده لا انت بتختارك موظفين كويس قوي على فكرة براهو عليك مرحلة النواب يقدبنا واحد اللي بندفع في لوبس شفت قلتلك عشان المحفظة لازم تحشر نفسك في كل حاجة روح اتعلم الشركات المالتي ميديا اسحابها سايبينها اللي همش دعوة بيها مش جايين يقولوا انت هتشرب حاشيش في الاجتماع ايه الحاجة الاغرف دي انت اخر واحدة ممكن يتعامل معاها ووكلتكم دي اخر وكالة ممكن تحملها الاعلانات وانت بالذات اخر واحد ممكن تكرية الاعلان بتاعك انت اخرك تروح وكالة البلح يلا 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 ايه الناس دي ايه اللي انت جايباهم دوري مع السلامة مع السلامة ايه في ايه انت جايب شاب بقر يعودوا معايا بقر حسين ايه في ايه طيب انا قلت ايه غلط الله اوف ام الدماغ اللي مش عايزة بتعامل دي ممكن نتكلم بهدوء مش عايزة اتكلم اصلا انت ما بتفهميش ايه اللي السلوب الزبالة اللي بتكلمني بيه ده انت هديستفاد ايه اصلا لما تعمل كده وانت مال اهلك هستفيد ايه مال اهلي انت مجنونة ولا ايه خليك محترم فسلوك معايا خليني محترم خليك انت محترمة شاف اني مختلع عقليا ولا ايه طب يشرب باص السجارة دي كده واحدة وبعدين مين الزفت اللي هما جايبين هالي دي وش عرفني هتاكل معايا ولا مش هتاكل معايا قال لي ايه اخد اجازة شهرة عشان واحدة عندها عقد ونقص تعتبت فيها تقرير مين حتة البتاعة دي اللي هتعتبت فيها تقرير انا مش فاهم ايه القرف ده ايه ده انا مش متخيل بصراح احدة بس كده وخلي اسلبك وانت يا ستي مش عايزة اهدمة انا عايزة بقى دمي فاير تقص برحتك يعني اعمل لك اوه سارة ازايك يا حبتي ازايك يا سارة ازايك انت وليلي خير ابدا يا ستي حسين احمد الكرياتف دايريكتور اللي شغال عندي في الشركة عبقاري جينيس يا سارة كل حملاتنا كلها من افكاره جميل لا مش جميل ولا حاجة استني بس ان ما اكملك عنده مشاكل في شخصيته يعني تقدري تقولي مش مش مشاكل كوارث يعني عنيف مع الموظفين اللي معي همجي جدا بيشتم اي حد حتى الكلاينز فانا طبعا ابتدت معدهش مع الكلاينز عشان مخسرهمش دا غير بقى انه كمان عنده مشاكل صعبة كتيرة جدا جدا عايزة رغيه تفاصيل هو عندك باله قد ايه؟ باله سنتين طب هو مش شتيوش ليه من ساعته؟ لانه بيكسبني مبالغ ماهولة كل شهر وكمان زي ما قلتلك شطر جدا انا كنت الاول بستحمله في اي حاجة بيعملها لدرجة انه كنت بشغل ناس ومشي ناس لانهم مش عارفين يتعاملوا معاه برغم انهم كويسين جدا وهو مش كويس يعني تقدر يتقولي ان انا السبب في الحالة السايقة اللي وصلها دي هو مكانش كده مكانش مغرور كده معرفش دلوقتي بقتل ايه وعليه عنده جدا طب وانا مطلوب مني ايه بالزبط؟ ولا حاجة ستي انا قبل ما تخلك اتكلمت معاه وقلتله ان انا جايباله اخصائية نفسية ودته شهر اجازة وقلتله انه بناء على التقرير اللي انت هتقدمي يفضل في الشركة يمشي طبعا انا اسفة صار ان انا عملت كده من غير ما استأذنك بس انا متأكدة ان انت مش هيبقى عندك منع اللي مخليتي متأكدة قوي متأكدة لان الشخصية اللي تشوفني الاول مرة وتقولي ان ابني ممكن يكون احسن من كده وان هي قادرة انها تعالجه اكيد مش هيبقى عندها منع انها تدخل في تحدي بس انت عارفة ان انا بعالج اطفال صدقيني يا سارة تصرفات حسن دي زي تصرفات الاطفال وبعدين انا قعدت مع شركائي واتفقنا ان احنا نديك مبلغ كبير جدا لو نجحت ان انت تغيري سلوكو انت عارفة ان الحاجات دي ما بتفقش معاي انا عارفة يا سارة ان ما بتهمكش الفلوسة بس تأكيد همك النجاح طب ولو قرر ان هو يروح اي جنسي تانية مسلا مستحيل مفيش اي وكالة ممكن تقبله لانها عارفة عيوبه كويس جدا سارة على فكرة انا مش عايزة من حسين حاجة انا كل اللي انا بعمله ده عشان خطره بس هو الاسف مش قادل يفهم كده انا هو الصوت العالي اللي انا اسمعته وانا دخلها ده كان هو ده حسين انا اسفة طبعا هو بيشرب حشيش وبيوقع على الارض هو اصله همجي ومش نظيف بس ايه ده استني بس يا سارة شو فيه وحكمي على تصرفاته وكلمه ده مصيبة مين حتة البتاع دي اللي اعتقدت التفية تقريرنا مش فيه سوريا سارة سوريا انا اسفة معلش ولا يهمك خليها ترفد الشغل كله يقف عندك يا حسين ايبتامك كده عشان اتمشوش خطر الشغل ليه هي امي ولا ايه شايفاني بشد في شعري ايه يا حسين بصراحة اسلوبك اليوم اندو الـ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اسلوبك ايه حفزتك ولا ايه اسلوبك ايه اسلوبك ايه شوف انت خسرتنا كما عامل لغاية النهاردة بسبب اسلوبك ده اه وشوف انت كسبتكم كم مليون بسبب افكاري دي انت حتى الناس اللي شغلة معي مش بسببك انت بتكلمي كده ليه انت متضطط يا بنت هو اللي لوقع اصلا انا انا متكلم مع واحد دي مصايب والله اهو سوريا سارة لا عن اذنك بقى سارة انا معلش انا اسفع مش هينفع كده ده مش بني ادم ده حيوان ثانية واحدة ورجع لك هرق الدم بقى بمجمول خالص يا حرور فيه بتزعق ليه حتى الدكتورة اللي جايبها لك علشان تهزب اخلاقك عمال بتشتمها بتشتمها ليه الكلاينتز بتقعد تهزقهم ليه عشان ايه انت بتعمل كل ده ليه امشي اطلع برا يا حسين نعم اطلع برا هو انت تعرفت شغار الشركة دي من غيري ده انا بكسبك ملايين كل شهر انا من غيري تقعد في بيتك ملايين ايه والله لو بتكسبني ملايين والملايين دي مش هتجيني بغير ملوش واحد زيك انا مش عايزاها انت في ايه يا اخي ما حدش عاجبك سافل وقليل الادب وما تربتش ومستحملاك ليه كل ده ليه انا مش عايزاك في شركتي امشي اطلع برا يا حسين برا بدل من دهلك السيكوريتي يرميك برا 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 انا خارج من الجنة برا برا ايه ده ايه القرف ده سوريا سارة انا اسفة جدا على كل اللي حصل ولا يهمك انتي ملكيش زنب خالص ده هو الشخص غريب جدا اموما لو احتجتي اي حاجة انا موجودة مرسي يا سارة تشكر اوكي عن اذنك مرسي